وزارة العدل في قبضة ألسنة اللهب لأكثر من ساعة هذا هو المشهد في طابقين العلويين الرابع والخامس من مبنى الوزارة الملاصق لقصر العدل النيران والدخان الكثيف طولا المكاتب الموجودة ومن ضمنها مكتب الوزير شكيب قرطباوي والمدير العام عمر الناطور وقد احتجز الموظفون في مكاتبهم ما استدعى إحضار فوج إطفاء بيروت أربعة سلالم آلية لإجلاء المحتجزين الذين نقلوا إلى الخارج بعد أن حصرتهم النيران كما عمل عناصر الإطفاء على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى طبقات أخرى في وقت قام صليب الأحمر اللبناني بنقل المدير العام إلى المستشفى بعد إصابته بردود جراء انهيار السقف الاصطناعي إضافة إلى بعض الذين أغمي عليهم وصلنا لأولا الحمد لله قدرنا منقص حوالي 8 أشخاص أصيبوا بحالات إغماء استخدام وسائل تقنيات جديدة يمكن بعملية الإطفاء اليوم مزبوط نحن استقدمنا سيارتين سلوم آلية يعني جراند إشال هذا بعلوه بعلوه 55 متر وهذا تقريبا للمرة الأولى اللي نحن بنستعمل هيك معدات اللي وصلت مؤخرة وعلى الأثر انتقل الوزير قردباوي إلى الوزارة لمعاينة المكان واستمع إلى تقرير أولي من قائد شرطة بيروت العميد ديب طبيلي الذي وضعه بصورة ما هو حاصل قبل أن يصل قادة التحقيق الأولي فادي عقيقي الذي كلفه مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وعلمت الانتفي أنه تم العثور على كمية من البودرة البيضاء في الطابق الأرضي وهي تخضع لفحوصات ومعاينة من قبل الخبراء الذين لم يستبعدوا أن يكون سبب الحريق احتكاك كهربائي شكرا